افضل اسعار مراوح تشيباء العربي 2021 وافضل اسعار مراوح ترنيدو العربي 2021 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ان شاء الله في الحلقة دي نستعلق مع بعض اسعار مراوح تشيباء العربي واسعار مراوح ترنيدو العربي لسنة 2021 باذن الله نذكر الموديلات اللي بتبقى موجودة في الشركة ونذكر مواصفات كل واحدة فيهم ومميزاتها وعيوبها وعن نتكلم عن الاسعار اللي هي بتبقى نازلة من الشركة لو او مرة تشاهدونا هاليت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وهاليت عمل اعجاب للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين والمتابعين يقدروا استفادوا منه وباذن الله تعالى لو فيه اي تغيير في الاسعار باذن الله هتلاقوه موجود في صندوق الوصف هنكتب لكم الاسعار وعن سبالكم برضو ان شاء الله في صندوق الوصف بحيس ان هو لو فيه اي تغيير عن اللي حصل في الفيديو او اللي تقل في الفيديو هتلاقوه موجود باذن الله تعالى في صندوق الوصف ويلا بينا نبدأ حلقتنا على بركة اللي مع اول موديل ده اول موديل معانا وده بيبقى اه توشيبا العربي ده رقم الموديل زي ما هو قدامنا كده على الشاشة ده رقمه اربعة وسبعين اه ده بيبقى فيه منه لونين فيه منه السيلفر وفيه منه النون اني بيتي اه ده سعره بيبقى عامل تمنمية خمسة وتمانين جنيه ده سعر الشركة اه دي بتبقى القعدة بتاعتها سبتة والصوب بتاعها بيبقى هادي جدا وبتبقى اربع رياش اه غلاستيك شفاف اه وبتبقى عريضة وامراوحته شيبا اه الرياش العريضة فيها بتتميز بالصوت الهادي عن المركات التانية اه اللي بتبقى موجودة في السوق اه بتتميز بالصوت الهادي زائد ان العمود بتاعها قابل للطلوع والنزول يعني احنا ممكن نطوله او منقصره اه حسب اه ما احنا عاوزين اما الموديل اللي بعدها ان شاء الله فبيكون رقم خمسة وسبعين زي ما هو شايفين كده قدامنا اه ده بتبقى بالرمود كنترول دي بتتميز برضو بالقعدة بتاعتها القعدة العريضة اه السبتة ولكن بيبقى فيها عجل صغير من تحت عشان نقدر نحركها على الارضية او على السجاد دي بتبقى بالرمود كنترول نقدر نتحكم فيها عن طريق الرمود كنترول او عن طريق زرائر اللمس اللي بتبقى موجودة في المراحة ذات نفسها دي بتبقى اه فيها عشان نقدر نزبط اه الوقت اللي احنا عايزينه نشغل او ندفل فيه وزي ما قلنا بتتميز بالرياش العريضة اه وتشير كنترول العربي بتاعمل رياش عريضة عشان تقدر اه تهدي الصوت لان الرياش الرفايع اللي موجودة في مركات تانية اه الرياش الرفايع دي بتدي صوت عالي كده اه اكنك مشغل الطيارة جنبي اه عشان الرياش الرفايع هي اللي بتعمل الصوت دوت فاحنا بنستعرض لكم اه تشير من العربي بنقول لكم الميزة اللي فيها طبعا العمود بتاعها قابل اه للطلوع والنزول اه حسب الطول اللي احنا عايزينه اه طبعا بيبقى فيها من هاللونين زي ما احنا استعرضنا اللون واللون على حسب الديكور على حسب اه يعني الحاجة اللي موجودة حواليه نقدر نختار اللون اللي احنا عايزينه ده شكل بيبقى فيه زرار وفيه زرار اه للحركة بتاعته شمال ويمين وزرار للتشغيل وزرار للسرعات اه وطبعا زي ما قلنا دمان خمس سنين سعرها تسعمية خمسة وسبعين اه ده الموديل اللي بعديها بيبقى تورنيدو العربي وده بيبقى رقم الموديل بتاعه تلاتة واحد اه اه ار تي ال اه ده بيبقى بالرموك كنترول بيبقى فيه زي اباجورة صغيرة ده سعره تسعمية خمسة وسبعين ده شكل اللي هي احنا بنتحكم فيها وزي ما شفنا القاعدة بتاعته سبتة وقوية بتقدر تتحمل اه سرعة المواحة عشان اه ما تتهزش وهي شغالة الموديل اللي بعدي ان شاء الله وده بيبقى رقم الموديل بتاعه اه ستاشر دابليو اه ده بيبقى القاعدة بتاعته عريضة وسبتة ما فيهاش عجل زي التشيبة اه بيبقى اربع رياش اه شفاف عريضة وبيبقى فيه تلات سرعات اه ده المميزات اللي فيه الصوت الهادي ولكن عيبها اه ان هي العمود بتاعها غير قابل للطلوع والنزول يعني الطول بتاعها طول سابت عشان لو احنا عايزين نتحكم في الطول فدي مش هتنفع اه معانا وزي ما قلنا سعرها ستمية وخمستاشر الموديل اللي بعديها بيبقى تلات وحايد ام برقم الموديل وسعرها سبعمية وخمستاشر جنيه دي القعدة قوية جدا وسبتة عشان حركة المروحة اه تبقى مستقرة اه دي بتبقى تعمل عن عن طريق الزراير اه موجودة في وش المروحة زي ما احنا شايفين كده اه المقاس بتاعها بيبقى ستاشر بوصة كل اللي استعرضنا لحد دلوقتي اه قطر الوش بيبقى ستاشر بوصة اه الميزة اللي فيها ان برضو العمود قابل للطلوع والنزول حسب ما احنا عايزين غير الموديل اللي قبل دوت وزي ما قلنا سعرها سبعمية وخمستاشر ده الموديل اللي بعدها ان شاء الله وده بيبقى رقم الموديل تمنتاشر دابليو ده قطر الوش بيبقى تمنتاشر بوصة تلات سرعات القعدة سابتة ولكن العمود غير قابل للطلوع والنزول ودي سعرها سبعمية وستين جنيه اما الموديل اللي بعدها فبيبقى رقمه خمسة وستين دي بتبقى برموت كنترول بيبقى فيها تايمر تمان ساعات قطر الوش بيبقى ستاشر بوصة بيبقى فيه منها آآ اللونين آآ اللون اللي هو السلفر واللون آآ بيبقى فيها القعدة بتاعتها سابتة وما فيهاش عجل زي التوشيبة آآ الطول بتاع العمود احنا بنقدر نتحكم فيه على حسب ما احنا عايزين في الطلوع والنزول ودي سعرها بيكون عامل سبعمية وستين جنيه الموديل اللي بعدها ان شاء الله بيبقى رقم الموديل تمنتاشر اكس دابليو آآ دي بيبقى القطر بتاعها تمنتاشر بوصة آآ العمود بتاعها وده آآ بيبقى سابت لاننا عايز حاجة بقى عمود سابت ودي سعرها بيبقى سبعمية وتسعين جنيه الموديل اللي بعدها ده بيبقى رقم الموديل خمسة وتسعين اس ار دي بتبقى بالرمود كنترول آآ قطر الوش ستاشر بوصة آآ العمود قابل للتلوع والنزول آآ بيبقى فيها تايمر تمان ساعات نقدر نتحكم في الوقت على حسب آآ ما احنا عايزين آآ دي سعرها بيكون تسعمية خمسة وتلاتين جنيه آآ طبعا ضمان شركة تشيبة العربي ضمان آآ خمس سنين آآ والضمان مجاني عن شركة تشيبة الموديل اللي بعدها ان شاء الله بيبقى رقمه تلتمية وستين على تسعمية وتلاتة جي دابليو آآ دي بيبقى آآ ممكن ان احنا نتحكم في الحركة بتاعتها آآ الحركة الرأسية ان احنا نرفعها لفوق بتكون زاوية تسعين يعني ممكن نشقل بالوش القطر بتاعها ده آآ زاوية تسعين لفوق بيبقى وشه للسقف آآ بس ده بيكون يدوي ولكن لو احنا عايزين نخليها تلف حوالين آآ نفسها تلتمية وستين درجة ده ممكن نتحكم فيه عن طريق الرمود او عن طريق الشاشة اللي هي قدامها ولكن بالرمود بيكون افضل في شاشة بتبقى موجودة زي ما احنا شايفين كده للتحكم آآ وبيان البيانات اللي هي بتشغل المراوحة ودي بيبقى سعرها تسعمية خمسة وخمسين جنيز ده سعر الشركة تشيبا العربي اما الموديل اللي بعدين فبتبقى مراوحة طور ودي آآ تعتبر تاني سنة ليها في السوق آآ طبعا شركة آآ تشيبا العربي هي اللي بنزلها آآ رقم الموديل التعليم الموديل اللي احنا بنزلها ده دلوقتي تي تي دابليو آآ تي تي اف آآ خمسة وستين ده بيبقى برموك كنترول آآ بيبقى فيه تايمر تمان ساعات بيبقى فيه فلتر داخلي بيبقى فيه تلات سرعات نتحكم فيهم على حسب ما احنا عايزين والقطرة آآ بتاعت الاستلاك الكهرباء آآ خمسة وستين وقت وبتبقى آآ تقفيل الصين وآآ ضمان سنة دي شاشة ديش ده اللي احنا بنقدر نتحكم في البيانات عن طريقها وبنشوف آآ بتاعها عن طريقها دي سعرها عامل الف وتلتمية جينيه وضمان سنة شركيتش يبقى العربي اما الموديل اللي بعديه فبيكون تاور برضو ولكن موديل تاني تي تي آآ اف آآ خمسة واربعين على تلتمية وستين ودي بتبقى خمسة واربعين وط آآ بتبقى ثلات سرعات فيها حساس للحرارة بيشغل اوتوماتيك آآ وبيزبط آآ دربة آآ او سرعة المروحة اوتوماتيك حسب الحرارة اللي موجودة في الجو آآ ممكن نلفها الجزئين دولا بينفصلوا عن بعض وممكن نلف كل جزء في اتجاه غير التاني آآ بيبقى فيها تامن ساعات آآ بطبعا ممكن آآ تشغيل والاقافة عن طريق الرمود كنترول آآ الضمام بتاعها سنة آآ والتقفيل بيبقى آآ تقفيل الصين آآ الموديل ده برضو لسه نازل آآ تاني سنة ليه وده بيبقى آآ ممتاز جدا آآ سعره عامل الف ربعمية اربعة واربعين وده سعر شركة توشيبا العربي الاسعار دي قبل للزيادة لحسب السوق ولحسب العرض والطلب اللي موجود في السوق آآ ويعني حسب ما تلاقوه بس يعني دي حاولوا تقربوا للأسعار دي آآ زي ما احنا شايفين ده عن آآ التلاجات هتلاقوه ان شاء الله آآ موجود في صندوق الوصف ده تلاجات توشيبا العربي وفيه برضو عن تلاجات شرب هتلاقوه برضو كل ده موجود في صندوق الوصف قوايم بكل انواع الاجهزة الكهربائية اسكان غسلات او تلاجات او بتجازات هتلاقوه في قوايم بكل الاجهزة المنزليات ده تخش وتفرجوا عليها وتعرفوا الاسعار وتعرفوا الموديلات اول باول دي طبعا زي ما احنا شايفين دي غسلات توشيبا العربي اللي هي الفوق اوتوماتيك برضو في ريفيوهات عنها وعن الاسعار بتاعتها موجودة في صندوق الوصف آآ طبعا لو اهو مرة تشاهدونا يا ريتشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل لايك للفيديو عشان يقدر آآ نوصل لكم كل جديد ويقدر آآ ناس كتير تستفاد من الفيديو ومن المعلومات اللي موجودة فيه واللي عنده اي تعليق اكتبهونا ان شاء الله في التعليقات واحنا ان شاء الله هنرد عليه وخشوا آآ تابعونا عن طريق صندوق الوصف تعرفوا الاسعار اول باول شكرا لكم آآ والسلام عليكم ورحمة الله